هلا فيكم بهذا الفيديو يلي هو يوضح طريقة الدخول للفارمين بود طبعا بعد ما انتم اتفعلوا ميزات الفارمين اكسترا نبعد لكم الكود ورمز الدخول الخاص بكل متعلم بعدين طبعا انتم تدخلوا على خيار الكورسز هون طبعا احنا نبعد لكم طريقة الدخول مع الوزر نيم والباسورد طبعا بس لا انتم تدخلوا على زر الكورسز هون بطلع لكم جميع الاونلاين كورسز يلي انتم فعلينها ومن ضمن هالكورسز هاي في عندنا الفارمين بود طبعا هو يبارع عن حلقات صوتية بتحقي على اكتر من سمية سؤال دوائي والحلقات الصوتية كان الهدف مننا انه يتم تنسيب المعلومات الدوائية بشكل سؤال وجواب لانه في كتب الاسئلة المطروحة سادة او اطباء او اطباء الاسناع حتى الوردين حابين يعرفوا الاجابات موثوقة عنها طبعا هنين حوالي خمسين حلقة والحلقات هاي طبعا فيكن تستمعوا الى كل يوم او مثلا كل يوم او كل اسبوع حلقة على حسب وقت تكون كل حلقة ربع ساعة طبعا بالنسبة للحلقات الثانية كمان رح تكون موجودة بالايام القادمة ان شاء الله ولكن حاليا تم توثير تسمية سؤال دوائي شائع طبعا فيكن تضغطوا هون على زر فار مايبود هون عن هذا المجلة بعد ما تقروا درامحة باللغة الميزية بعدين فيكن انتو تستمعوا الى كل حلقة لحالة على اداة تسكولوجي وفيكن طبعا تستمعوا الى مباشرة بالضغط هون على زر play او فيكن انتو هون تضغطوا على هذا الزر وبتنزل الحلقة عنكم وبتستمعوا الى اين ما بتكون فيكن تلقلوا بعدين على جهاز الداعم للاندرويد او على الايفون او التابلت او على الكمبيوتر وبتستمعوا امكان بعد ست شهر او بعد سنة تعملوا رفريش للمعلومات تبعكم تمام بالنسبة كمان لمهارة التعلم السريع فكمان هي موجودة ضمن احيانها مية واثنين وموجود هون فيديو بيوضح مع التعلم السريع تضغطوا على هذا المجلد وتشوف الفيديو اما مباشرة مثلما انه بعد تحميله عنكم بالاضافة طبعا لمتابعة جميع الحلقات الصوتية المهمة جدا وانلي كتير حتطور من المينتاليتي او الماينتسين تبعكم مثلا في عندنا كان كورس حول كيفية تطوير لغة الميزية تبعك بشكل جدا متقدم طبعا في كون تشوف المحتوى هون بعد تفعيل ميزات فارمايد اكسترا اشتركوا في القناة